وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين تكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية وفي اجتماع ثاني وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس وذلك في إدار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجرها الملاحية وكافة مرافقها وكذلك لتعزيز التنافسية والمكان المتفرد لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية وقد عرض المهندس محمد يحيزكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديد ومجمعات التكرير والبتروكيمويات وتصنيع الإطارات والسيارات إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل وتفتح أفاقا استثمارية جديدة كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات الصياق جهود توطين مشروعات الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وذلك بالتعاون مع شراكة الأجنبية فضلا عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهايدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بموانئ العين السخنة والعريش وغرب بورسعيد خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها أعداد السفن المرة وحجم الحمولات والحاويات والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر ولنشاة الإرشاد وكذا جهود التنصيق مع شركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي الياباني جايكا لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وذلك لتعزيز التنفسية والمكان المتفرد لقناة السويس على مستوى حركة التجارات العالمية